طيب ارجع لموضوعنا 21 مارس ماتش اسموحة والزمالك التحاد السلة بعد خطاب اكد فيه ان مش هيخش الا اعضاء مجلس دارة وبيخطاب رسمي الاتحاد قبل المباراة وتعامل بعد 21 مارس جولة في الدوري ما حصلش فيه اي مشاكل نادي اهلي راح لعب نادي الجزيرة في الاستاد كان يستطيع النادي اهلي يملى مدرج الاستاد بجماهيره ولكن نادي اهلي التزم وما فيش مقلوق راح غير اللي في اللستة اللي بعيتها النادي الاهلي المباراة لعبت ونادي الجزيرة ما عندوش جماهير يعني لو جماهير راحت نادي الجزيرة عمره ما هيقول حاجة ولكن النادي الاهلي التزم طيب ما قبل 21 وانا كنت بلعب حتى لان قرار اقامة المباراة بدون جمهور من 2012 من 2012 اللايحة دي موجودة مش جديدة على فكرة كل سنة بتتبعت كوبي بيست للاندية ولكن الموضوع كان ماشي الاتحاد السلة كان بيرى ان لو الدنيا ماشي خلاص انا ما بتكلمش ده صح ده غلط مش قضيته تمام؟ فلما ييجي قبل 21 مارس الجمهور دخل مش بس عند النادي الاهلي دخل عند الاتحاد اسكندري دخل عند النادي الزمالك بدليل اللي حصل فماتش اسموها جماهير عادية في حين النادي الاهلي كان دايما بيتحقق ان الجماهير اللي ده خش اعضاء جمعية عمومية لعبين سابقين فقط ده ما قبل 21 مارس بعد 21 مارس لما طلع هذا القرار النادي الاهلي مؤسسة تلتزم باللوايح والقوانين ما فيش ودي غرامات سموحة او العقوبات اللي توقعت بعد 21 مارس على مين؟ هو انا السبب هو الاحداث دي حصلت على صالتي الاحداث دي حصلت على صالة تانية حصلت عندك في ملعبك وانت السبب ان اتحاد السلة يقول كده فما الجيش تدخل النادي الاهلي جملة مفيدة النادي الاهلي مالوش دعوة النادي الاهلي بيطلب بتنفيذ اللوايا